الناس اتحرقت المحلات اتحرقت الاسواق اتحرقت النخيل والاشجار اتحرق الناس غرقت في كل المحافظات تقريبا قلتلكوا اسكندرية وسهاج والسلام والمحلة ودنيا وحدوتا والحكومة مش هنا مش موجودة مش معانا بعيد عننا مش قريبة مش شايف الناس الحكومة الحكومة دعوا لحوار وطني قالوا عليه لكن ما بيتكلموش غير مع بعض الحوار الوطني اللي بجد هو حوار الشعب مع الشعب الشعب اللي عنده مشاكل يحكيها عشان المتخصصين يحلوها الشعب اللي عنده ازمات وكوارث يقولها عشان المتخصصين يقولوا نعمل فيها ايه عشان كده سيبك من الحوار الوطني اللي بيقولوا عليه وخليك في الحوار الشعبي مصريون حول العالم حيتكلموا مع بعض هيحكوا مع بعض هيقولوا مشاكلهم لبعض وكمان المتخصصين هيكونوا معاهم يؤذروهم ويسندوهم ويسندوهم ويسمعوا منهم مشاكل كتير لها حلول متخصصين مصريين موجودين حول العالم متميزين متفوقين كل دول العالم بتستفيد منهم إلا مصر كل المتخصصين دول لما يعودوا مع بعض ويتكلموا مع بعض هيطلقوا حلول عندنا حلول ومشاكل حلول لمشاكل السكة الحديد عندنا حلول ومشاكل حلول لمشاكل الطرق والمواصلات عندنا حلول لمشاكل عندنا كمان حلول لمشاكل الترع والمصارف والبيارات والبلعات حلول لكتير من المشاكل اللي موجودة في مصر بس انتم اسمعوا بعض اتكلموا مع بعض احكوا لبعض قولوا حكويكم لبعض الحوار الشعبي هو الحل اتكلم مع الناس وقول ابعت رسيلك واحنا حننشرها لعنده مشكلة في مكان من الاماكن محافظة من المحافظات قرية من القرى مدينة من المدن يبعت يقول مشكلة واحد اتنين تلاتة واحنا حنجيب متخصصين يسمعوا المشكلة ويحاولوا يقولوا الحل اللي عجزت عنه الحكومة يوم الشعب يقدر ينطق ويقدر يبعت ويقصر حاجز الخوف في انه يقول رأيه انه عنده مشكلة في القرية الفلانية او عنده ازمة في المدينة الفلانية او فيه كارثة في الزاوية الفلانية او فيه ازمة في النجع الفلاني وقتها المتخصصين هيحلوا المتخصصين اللي هموهم الشعب واللي هموهم انهم يجيبوا حق الشعب هيحلوا وقتها لان الحلول كتير لكن النظام ما بيسمعش ابدا غير نفسه الحوار الشعبي انطلق الحوار الشعبي هو حواركو كلمه لما المعارضة تعرف تتكلم مع بعض ولما الشعب يعرف يتكلم مع بعضه اكيد وقتها حتوضع خلول لكثير مش لكثير بس لا لكل المشاكل الحوار الشعبي مصريون حول العالم